ورجعنا لكم من جديد على كوينفري هشرح لك النهاردة ازاي بنكسب من العملات الرقمية او ازاي الايردروب بيدفع لنا عملات رقمية يعني الشركات ديت بتديك عملات مجاني ليه ايه المقابل انك انت بتاخد عملات رقمية وتحديدا طبعا الفيديو ده هيكون رد على كل الاسئلة اللي بتوصلني بخصوص الايردروب هات ليه الايردروب ده مش بيوصلني او بيوصلنا سفر هيوصلني امتى فلو عرفت المعلومات النهاردة هتعرف ازاي اصلا احنا بنكسب وامتى هيوصلك وهتفهم كل حاجة لوحدك بالمناسبة طبعا الفيديو هنحطه في قائمة فيديوهات معلومات عشان تبقى عندك معلومات كافية ازاي بنكسب وايه هي العملات الرقمية لو عجبك المحدة او ما تستطيعش تعمل لايك وهشرح لك كل حاجة بالتفاصيل بص يا كبير هبسط لك كل حاجة طبعا زي ما انت متعود من عندنا على كوينفري تفهم كل حاجة في اقل من ثلاث دقائق عشان العملة تنزل اي عملة الاختلاف طبعا البيت كوين والاي سريم والبي ان بي فاحنا دير نسميهم عملات ضد بسميهم بيت العملات يعني البيت اللي خرج منه العملات الرقمية انا بتكلم على العملات الجديدة لو انت بتفكر تعمل عملة منهم اي عملة طبعا بتنزل السوق او عشان تنزل السوق لازم تعدي على ثلاث مراحل او المرحلة طبعا بتكون مرحلة الانشاء بتنشئ طبعا اشرح لك كل حاجة بالتفاصيل ثاني مرحلة بتكون مرحلة الادراج وتالف مرحلة طبعا معنا بتكون مرحلة التوزيع طيب اول الطريق بيكون مرحلة الانشاء عشان تنشئ اي عملة محتاج يكون عندك حتين اول حاجة يكون عندك قاعدة بيانات واو تاني حاجة طبعا القائمين على العملة قاعدة البيانات الناس اللي هي هتسجل في العملة اللي انت هتاخدهم وتروح بيهم المرحلة التانية اللي هي مرحلة الادراج احتاجها في المرحلة الثانية فمش اعزلني حرقة دلوقتي يبقى في مرحلة الانشاة بتحتاج قواعدة بيانات وبتحتاج تاني حاجة القوامين على العملة اللي هو احمد ومحمود ومخالد ومعثمان الناس اللي هي اتفعت عشان تعمل عملة وتسميها اول حاجة صح بي عشان تاخد قواعدة البيانات يا اما تاخدها مجاني لو انت طبعا عندك فريم كبير او عندك سوء كبير هتخش مثلا مع ابل او هتخش مع سامسونج او هتخش مع النزل كتير فمش محتاج ان انت مسلا تنزل ايردروبهات مجانة عشان يبقى عندك قواعدة البيانات قواعدة البيانات اللي يكون عندك مستخدمين بريد طبعا وايميل وحاجات من دي ولو طبعا عندك هوية اثبات هوية اللي هي دي قواعدة البيانات فعشان كده اغلب الايردروبهات بتكون عندنا سجل في الهوية او فعل في الهوية طيب يبقى احنا كده خلصنا المرحلة الاولى احمد ومحمود والجماعة دولة تتفقوا ان هما يعملوا عملة وراحوا عملوا ايردروب فايد عشان تعمل ايردروب دلوقتي انت مسلا بتشوف العملة بتاعتك ايه بطمتها مسلا انا هبسط لك كل حاجة هعمل عملة اسمها كوين فري وهحط الماكس سابلاي بتاعها او بتاعها بيكون الف دولار عشان طيب اخد طعضة بياناتها ضحي بالالف دولار لازم اوزع منها ماتين دولار وماتين دولار انه استعرفها طيب فانا بقى روح بقى اخد مسلا قناة زي كوين فري او رحل عمليات الرقمية اشوف القنوات الكبيرة او اشوف القنوات اللي هي بتشتغل في الايروبا اقول لهم يا جماعة انا عندي ايردروب جديد وهوزع مسلا على كل مستخدم ما يخش هياخد قطعة وتجودة فانا عايز اوزع مينوتوتال بتاعي ميتين دولار هياخد بيهم قاعدة بيانات يبقى انا دلوقتي عملت الايردروب بتاع الناس سجلت خط قاعدة البيانات والقوامين على العملة يبقى احنا كده معنا اول طريق اللي هو طريق انشاء العملة تاني طريق يا صاحبي بيكون طريق ادراج العملة اللي انت هتدرج العملة بتاعتك على المنصات اللي احنا بنشتغل عليها مش لازم انك انت تدرجها على مثلا او على اي عملة يكفي انك انت تحطها فقط على الكون ماركت كاب وتبقى موجود لها منصة بتستقبل الاو او بتبدلها بالاو از دي تي كل المنصات او كل الاسواق عشان تروح لي هتقول لهم عايز ادرج العملة بتاعتي هيقول لك اهلا وسهلا نفيش اي مشكلة عب النموذج ده زي ما انت اسمعت عب النموذج ده وهات لنا المتطلبات واهلا وسهلا هاتل عدد بتاعك النموذج ده بيكون ايه بيكون اول حاجة لازم يكون عند قاعدة بيانات مستخدمين في العملة بتاعتك والناس اللي هي القائمين على العملة هو ده بس اللي هو محتاجه منك زي ما انا قلت لك هنحتاجها في المرحلة التانية يبقى انا دلوقتي تقول له او انا لزي جاهز بالناس اللي انا سجلت بهم عندي مسلا لا يقل عن عشرين الف عدو ووزعت لهم متين دولار وكل واحد منهم اخر قطعة واحنا القائمين على العملة احمد ومحمود والناس دي هات لمتهم فاحنا موجدين هيقول لك مفيش اي مشكلة هتتفع طبعا رسوم بسيطة اللي هي الرسوم مدافع الشبكة والكلام ده تقدر تعمله على لو طبعا عايز معلومات اكتر ازاي تتعمل عملة والجودة مفيش تكتبلي في التعليقات وانت هتشوف الجديد كده خلصنا المرحلة التانية تعالي بقى تروح على المرحلة التالتة طيب المرحلة بتانية بتكون سهلة جدا كل المنصات وكل المحافظ بتقبل منك فقط بتمنى النموذج بتاعها ازاي تخلي الناس تسجل بيك وفي اخر حاجة اللي هو شرط القبول يعني انت زي مسلا بتقدم على عملة اللي هي بقى ناخدها في المرحلة التالتة انت طبعا لو اي منصة او اي مكان قبلك قبل بعضات الجماهير بتاعتك قبل الناس القوامين على العملة مليش دعوة بقى بالعملة بتاعت ايه او بتشتغل فيه مليش فيه حتى لو سمتها اكس اكس مليش فيه انت هاتلي عملة وهاتلي قاعدة بيانات وهنروح على على الخطوة التالتة عشان المنصة تنزل لك العملة لازم تعدي على المرحلة النزول وهنا بقى بيجي مرحلة توزيع العملة والهنا زحبي بنيجي الاخر الطريق خلاص مرحلة نزول العملة عشان اي منصة توافق عليك وتقول لك اوكي طبعا بتاخد منك البيانات وبتسجلك لعملة وبتكون فقط موافقة على كلمة او تدوس عليها عشان تظهر عندك عشان يظهر ده بيجي مرحلة الادراج او مرحلة التداول لازم يدو لك شرط مسلا تداول او اعمل تداول في العملة بتاعتك بيكون بمئتين دولار فاكرين طبعا الشرط الاول اللي هو الايردروب بيجي بقى هنا وقت توزيع عملة اللي احنا اسلمناها يعني هنا طبعا بيكون بنسجلين في الايردروب عندنا فطبعا الكلام ده اللي هو ادراج ومستخدمين وقاعدة بيانات ده الكلام ده بياخد وقت يا جماعة وشركات ومحاميين فلا يقل عن شهرين عشان العملة توصلك في قلب ومحفظتك وقت التنزيل او وقت الوسع مش عارف جات من ايه بت اللازينة ديت لو جات تانية هتلهم عينها في الكل الجديد مش عارف ازاي شكلها جات معي من الله المهم وقت النزول يا زميلي مش عارف كنت اه وقت النزول لغباطت الدنيا كلها بيش همانتش الحاجات ديت همشيها زي ما هي فبييجي وقت النزول طبعا ما بيقول لك هنوزع العملة طبعا تبقى بتلاقيها وصلت تسألكم محفظتك بتلاقي يكون فريع عمل لك على الشيك على جروب تليجرام خش يا زميلي استلم العملة بتاعتك وبعمل لك فيديو وانت بتخش تستلم على طول بمجرد طبعا ما بتستلم العملة بتاعتك بياخد البيانات بتاعت المستخدمين ويروح على الشركة يقول لهم تصدلوا الناس استخدمت والناس استلمت والناس باعت كمان يروح عمل لك العملة بتاعتك تنزل على المنصة دي مرحلة نزول العملة لحد كده يا صاحبي انت عرفت ازاي احنا بنشتغف العملة عرفت ليه العملة بتأخر عرفت العملة بتوصلك بدون سعر وليل ما بتوزلهاش سعر لان يكون اجراءات كتيرة جدا الشركة لسه ما خلصتهاش وبمجرد طبعا ما بتخلص الاجراءات ديت بتكون العملة وصلت في محفظتك في عملة كبيرة مثلا بتكون القائمين عليها مثلا كوين فري ومحمد ومحمود الناس تقيلة فبتخلص او الاجراءات ديت بسرعة جدا فتلقائي جدا الاوروبي بتسجل في يوم عشر تيام بي كتير بتلاقي وصلك البونس وبقول لك استلم في قلب محفظتك فيه طبعا شركات ضعيفة او شركات مسلا لسه العيلة بياخدوا وقت كتير لكن بتوصلك العملة في قلب محفظتك لو عاجبك فيديو المعلومات ده ما تنساش تعمل لي لايك وتقول لي عايزت تعرف ايه تاني عن المعلومات للعملات الرقمية وهشوف لها حل ديت ونشوفكم في الجديدة على قوين فري لو عاجبك محتوى ما تنساش تكريبه في التعليق ان هو عاجبك